إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُوُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ يَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الْلَذِينَ كَفَهُ ثَانِيَ ثَنَيْن إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّذَهُ بِجُلُوتٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعْلَ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ The reason why I'm standing here on the Musalla and practicing is because it's totally a different feeling to recite the Qur'an whilst you're standing on the Musalla. You get that feeling of intimidation. You feel nervous at times. Although, subhanAllah, our worship is for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. But still, you get that bit of practice while you're standing on the Musalla. You get that ability to be in your comfort zone while you're reading the Qur'an. And that's why I sometimes like to stand on the Musalla and practice for the Taraweeh. Inshallah, ufadh. Try it at home or try it at the Masjid. It really makes a difference. It keeps your focus into the recitation while you're reciting the Qur'an. As-salamu alaykum. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَغُوا مَا أَتَاهُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَنَّفَةِ قُرُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة لله